حتى الصلاة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل يوم غير يوم الجمعة تماما كل يوم تصلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تجمع الصلاة دي وبعدين تعرض على الحبيب في يوم الجمعة إلا يوم الجمعة اللي بيصلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فالصلاة معروضة عليها على طول أونلاين مباشر ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواء أبو داود إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي تخيل بقى لما يروح للوقت الملك ومعا لست كده ويقول له يا رسول الله فلان بيصلي عليك وخد بالك أنا ليه بدأت لك بالصلاة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كلمت على أسرار يوم الجمعة إن أردت أن يغفر ذنبك فصلي على حبيبك محمد وإن أردت أن يستر عرضك فصلي على الحبيب محمد وإن أردت أن تقضى حاجتك فصلي على الحبيب محمد وإن أردت أن يحسن في أولادك فصلي على الحبيب محمد وإن أردت أن يوسع لك في رزقك فصل على الحبيب محمد وإن أردت النجاة من فتنة المحيا والممات فأكثر من الصلاة على محمد وإن أردت قضاء الدعوات فابدأ واختم بالصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الملح يا ست لم يا مشايخنا وعلمائنا كانوا يقولوا إيه وحيدا للا يردها من فم عبد الصلاة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خلي بالك لأن الصلاة على النبي مسكن وطيب ربنا قال كده في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فعلمائنا يقولوا إيه من أراد أن تجاب دعوته فليبدأ دعاؤه بالصلاة على رسول الله وليختم دعاؤه بالصلاة على رسول الله فإن الصلاة في البداية على سيدنا رسول الله مقبولة حتما وفي الختام مقبولة حتما والله كريم لا يقبل صلاتين ويترق ما بينهما فيقبل ما بين الصلاتين إكراما لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم